السلام عليكم و انا مجيكو في مامي فود ان شاء الله احنا اعمل مع بعض مشروب الدوم جميل جدا جدا سهل وبسيط وسريع و بيعالج على فكرة الضغط التكاثرة البطنة بينصحوا بشرب الدوم بالنسبة لمرضى الضغط لانه جميل جدا كمان ادر اقول ان الدوم منعش ومرطب و الدوم مش بس بيتشرب لأهو بيتاكل هنشوف مع بعض بازن الفيديو بتاعنا ونعرف كل حاجة عن الدوم بالتفصيل بازن الله بس كدتي تشوفوا الفيديو بتاعي ويعجبه منساش اعمالي لايك و كمان شير عشان اكبر عدد من الناس تشوفه لما كنتش مشترك معي في القناة اللي تكتناوريني وتشرفيني وتشترك فيها وتضغش على زر الاشتراك و بعدين تضغش على زر الجرس لككل عشان يوصلك كل جديد من الفيديو هاتي يلا بينا مع بعض على المقادير و طريق التحطير بسم الرحمن الرحيم معنا النهاردة مشروب الدوم جميل جدا وعلى فكرة هو مفيد جدا في حالات الضغط و بالزاب الضغط لما بيكون واطئ التكترة بتنصح بان المريض يشرب عصير الدوم ده بيبقى جميل جدا ممفيد جدا وبيزبط الضغط الدوم بيكون بالشكل ده بيجي بشكل البودر ده او بشكل قطع كده اكبر من الحجم ده بس يفضل لو كان بودر بيكون افضل علشان بيكون الخلاصة بتاعته زيادة لكن لو كان قطع كبيرة ما باخدش منه كمية كتير في العصير بمعنى ان لما بيكون بودر وبيغني معي و هنعرف دلوش مع بعض الطريقة ازاي ان انا بعمله وبسويه على النار اه ان انا باخد البودر بتاع الدوم او قطع الدوم وابدأ ان انا انزل بيها بس حمال احين في حل عندي كده بتكون فيها كمية مناسبة من الميا معيها ربع كيلو من الدوم البودر يفضل يكون بودر زي ما قلت لحضراتكم كل ما كان بودر كل ما كان تركيز العصير اعلى لاني هاخد خلاصة كتير جدا منه لكن لو كان يتقطع ما باخدش منها خلاصة عالية تبقى العصير بتاعها بيكون مش مركز زي العصير بتاع الدوم البودر و ده ربع كيلو معي حمزل عليه فيه كباية من السكر العادي خالص وابدأ اللبهم مع بعض وحرفعهم على نار متوسطة وحسيبهم يغلوا مع بعض كده ياخدوا يدوا مع بعض من تلك ساعة نص ساعة لنار متوسطة علشان اخد افضل افضل خلاصة ممكنة من عصير الدوم بيبقى جميل جدا ومنعش في الفصل السويض بيبقى جميل قوي قوي مش بس في رمضان هو بصراحة جميل في كل الاوقات لكن هو بوجه خاص يعني هو بيعالج مرضى الضغط الواطي حلوحة عمزة البودجاز وحبه ان انا اخليه يغني معي من تلت ساعة مستساعة مرة متوسطة علشان كما قلت لحضراتك وبعد كده هنشوف بعد كده هنعمل مع بعض ايام بعد ما غاليت الدوم بتاعي في شوية كده من المياه وكمان كوباية من السكر احنا عدتين المعجار بتاعنا كان ربع كيلو علي كوباية من السكر وعادتها في تحقيق تبقى صبع الرغبة غلق وايس جدا ولو نلاحظ ان هو نقص شوية كده معنى كده ان المياه تبخرت هو بقى مركز معي حبت ااخد اي بول عمدي وحبت ان انا اصفي بس التصفير قصح تكون مختلفة عن تصفير اي عصير تاني انا مش هصفيه مصفى انا هصفيه في شاشة كده علشان استقبل كل البودر بتاعي واخد كل الشوائب في الشاشة وبعد كده هبدأ ان انا ااخد الخلاصة تمام والرحيم اي عباشة نعمة عند حضرتك او شاشة بتكون تخصصها يعني للمطبخ لو بتعملش فيها اي حاجة نمسي صفي بيها اي عصير او تعمل فيها صفي فيها لجدنا لما عملنا مع بعض قبل كده اللجنة والاجدام بيكون لها شاشة مخصوص وبعدين باب ان انا اصفي بالطريقة دي وحب ااخد الشاشة بتاعتي واعصرها كده عشان اي اخد الخلاصة كلها وهخلي الكمية اللي عندي كلها تصفى بنفس الطريقة اخد اعصر الشاشة كده بيكون جوه الشاشة بقى البودر كله اضحجز هنا عندي في الشاشة ما بقاش عندي اي شوائف خالص لان هو كان عبارة يعني قريب جدا من البودر المسحو بتاع الخروق وبعد ما غلى معي الجوم بتاعي مع المياه وسكر ببدأ ان انا اصفيف شاشة بالشكل ده طيب ليه مش بصفيف مصفى لان هو كان قريب جدا من البودر ومعي الشوائف ما ينفعش ان انا استخدم مصفى لان لو استخدمت مصفى هتعدي منها الشوائف الموجودة مع البودر ومش هيكون العصير بتاعي بيور مش هيكون نقيب عشان يكون نقيب احاول انا اصطير في شاشة بالشكل ده وابدأ ان انا اصرها علشان اتفلس من الشوائف تكون جوه الشاشة واخد العصير بتاعي المركز بالشكل الجميل ده وابدأ بقى نقلول الدورة اللي انا هبدأ ابردوه في التلاجة وبعد كده هنشوفه مع بعض بإذن الله اي رايك بقى في مشروب الدوم جميل وسهل وسريع على فكرة صامرة الدوم دي صامرة بتكون الى حد ما نشفة وبتكون جفة جدا وبتلمو في الاجواء الحرة وتبقى لطيفة جدا تعمها حلوة على فكرة بتتاكل مش بس بتتعمها العصير بس هي بتتكسر بمطرقة او بمعدق كده علشان هي بتكون صامرة جفة جدا ونشفة جدا وبيبقى جواها قلبها كده بيكون في زي نون انواع النواء الضخم شوية الناشف لكنها في شكل اجمالي او بشكل عام هي بتبقى جميلة جدا جدا سواء كانت تتاكلت او تتعمل عصير بتبقى في منتهى الجمال اتمنى كل الفيديو بتاع عجبكو اسبكوا فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله